سريعاً هعدي مع حضراتكم على أهم أخبارنا النهاردة وهبدأ مع المنتخب برضو يمكن الجهاز الفني لمنتخب مصر أعلن أنه القايمة الأولية لللاعبين المحترفين اللي هتضم 11 لعب طبعاً المعسكر اللي هيتعمل في شهر أكتوبر وهيبدأ من يوم 9 إلى يوم 17 وهيبقى فيه خلال المعسكر ده مبارتين وديتين هيجمعه بين منتخب مصر يوم 12 مع زنبيا ومباراة تانية مع الجزائر هتكون يوم 16 من المفترض أنه نجم مصر طبعاً ونجم ليفربول محمد صلاح هينضم للمنتخب يوم 10 قبل 48 ساعة من مباراة زنبيا ويوصل يوم 10 إن شاء الله وعلى الإمارات على طول مباشرة وهو يمكن عنده ماتش أعتقد ليفربول عنده ماتش في الدولة الإنجليزية هيكون يوم 8 هيلعب الماتش ده وبعد كده يسافر ييجي للمنتخب فيه الإمارات يبدأ معاهم إن شاء الله بإذن الله التحضير للمبارتين من منتخب مصر للكاف الكاف بكرة إن شاء الله هيعلن أسماء الدول اللي هتنال شرف استضافة كاس الأمم الإفريقية في نسختها اللي هتقام سنة 25 والنسخة التانية اللي هتقام سنة 27 المكتب التنفيذي الاتحاد الأفريقي الكاف هيعقد بكرة إن شاء الله اجتماع بيضم طبعا أعضاء المكتب التنفيذي الاتحاد الأفريقي ومعاهم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي وهياخدوا مجموعة من القرارات يمكن تكون أهمها أسماء الدول اللي هتنال شرف استضافة بطولة كاس أمم إفريقيا في نسخت 27 وأمم إفريقيا نسخت 27 ويمكن الاتحاد الأفريقي نشر بيان على الموقع الخاص بالاتحاد قال فيه إنه باتريس موتسيبي رئيس الكاف هيعلن عن البلد المضيف لكاس الكاف أو لبطولتين أمم إفريقيا سنة 25 وسنة 27 يوم الأربع 27 سبتمبر اللي هو بكرة إن شاء الله وقال إنه سيتم الإعلان عن ذلك مباشرة بمجرد اختتام أعمال لجنة الكاف التنفيذية وليد صادي يمكن رئيس اتحاد الجزائري لكرة القدم أكد بشكل واضح ونهائي إنه الجزائر بتنسحب بشكل رسمي النهاردة من الترشح لاحتضان النسختين سواء 25 أو نسخت 27 والتحاد الأفريقي كان قبل كده أعلن عن سحب التنظيم نسخت 25 من غينيا غينيا كان مفترن نهية لتصديف البطولة لكن اتحاد الأفريقي سحب منها البطولة لأنه يعني هو شايف إنه استعادات غينيا مش يعني مش جاهزة لاستقبال الحدث أو العرس الأفريقي بالشكل ده وقال وقتها يمكن وقت القرار بسحب التنظيم من غينيا إنه فيه عشر دول بالفعل بمجرد الإعلان عن سحب الملف تقدمت لاستضافة البطولة الكلام بتقال إنه ممكن 27 بشكل أو بنسبة جميعا رغم إنها استضافتها قريب مش من بعيد أو يعني لكن بيقال إنه السنغال هي المرشح الأبرز أو الأقوى لاستضافة 27 ومصر طبعا يعني لغاية النهاردة ما سمعناش على إنه مصر بتفكر أو إنه فيه احتمال إنه مصر تكون واحدة من الدول المرشحة مع إنه شايف حقيقة إنه يعني ممكن جدا وليه لا حدث نجحنا في تنظيمه قبل كده بشكل أبهر العالم كله يعني ظروفنا دلوقتي وضعينا أخدوا بالكم تنظيم بطولة بالحجم ده أعتقد ممكن تاخدنا أو تعمل معنا نقلة كبيرة جدا طبعا سيبك من ناحية الترويج وناحية السياحة وناحية القدرات التنظيمية العظيمة والهائلة اللي بتتمتع بها الدولة المصرية إحنا خدنا يعني خدنا طفرات نقلات نوعية الحقيقة في مجال استضافة البطولات والمناسبات الكبرى وبالتالي من ناحية التنظيم وإقامة بطولة أفريقيا أعتقد إنه مش تحدي كبير بالنسبة للدولة المصرية وأعتقد إنه إحنا ممكن جدا جدا نستفيد من استضافة بطولة دي مش بس عشان منتخبنا وعشان فرص التأهل وعشان الحضور الجماهيري وبنلعب على أرضنا وملعبنا لكن كمان أعتقد إنها ممكن تكون بوابة أو حجر زاوية سميها في نقل منظومة الكرة في مصر في حتة تانية خالص بتكلم على مستوى تنظيم المسابقات بتكلم على مستوى الاهتمام بالمتخبات بتكلم على مستوى القواعد والأشبال والناشئين يعني نقفل صفحات كتيرة جدا متكررة مش كلها شبه بعضها ما فيهاش جديد اللي بييجي بياخد من اللي قبله وبيسلم للي بعده ما فيش حاجة بتتغير تقريبا ونحاول نفتح مش صفحة جديدة نفتح فصل جديد بقى في تاريخ الكرة المصرية شكرا